رغم شبكة الحواجز العسكرية وعمليات الاعتقال يستقطع شبان درع فسحة من الوقت ليرفع الشعارات الحرية والتغيير مطالبين بإسقاط نظام أسد بكافة رموزه كما شددوا على استمرارهم في ثورة حتى تحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها ليس هذا وحسب بل أبدى الشبان دعمهم لمطالب نظرائهم في العراق ولبنان طالما كانت مطالب الميدان في البلدين واحدة وجميعها كما في سوريا تعارضت لبطش إيران قبل أن توصيمهم أذرعها الإعلامية بتهمة العمالة والمؤامرة الخارجية يأتي ذلك فيما أظهر تقرير إحصائي تراجعا مستمرا في الأوضاع الأمنية في المحافظة نظر الارتفاع أعمال الإغتيال فضلا عن حالات الخطف والاعتقال ووثق التقرير مقتل خمسة وعشرين شخصا وجرح ثمانية عشر آخرين جراء ثلاثين عملية ومحاولة اغتيال في المحافظة خلال الشهر المنصرم وأحصى التقرير في الشهر ذاته مقتل خمسة مدنيين في سجون ميليشيا أسد وشخص سادس كان مشقا ويمتلك ما تسمى بطاقة التسوية التقرير أحصى أيضا اعتقال الميليشيا ستة وعشرين شخصا بينهم امرأة وطالبة جامعية لافتا أن الأرقام أكثر من ذلك بكثير ومنذ سيطرة ميليشيا أسد على درعا في تموز من العام الماضي تشهد المحافظة توترا كبيرا بسبب انتهاكات ميليشيا أسد ولا يكاد يمر أسبوع حتى تحدث عمليات خاطفة ضد الميليشيا تنسب بعضها لما تسمى المقاومة الشعبية والبعض الآخر تسجل ضد مجهولين ترجمة نانسي قنقر